اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا قصة اصحاب القرية كما جاء ذكرها في سورة ياسينة يتساءل الكثيرون حول قصة اصحاب القرية حيث تعتبر قصة اصحاب القرية من القصص المهمة والتي تعمل على المساعدة في فهم مبدأ التوحيد بالله عز وجل والتمسك بالطريق الجيد والخير وعدم الاهتمام بالمكاسب الدنيوية بل العمل للاخرة وقد ذكروا اهل القرية في القرآن الكريم تحديدا في سورة ياسينة ورد في القرآن الكريم قصة حول اهل قرية انطاكية والذين كانوا لا يؤمنون بالله عز وجل وكانوا يعبدون الاصنام فارسل الله تعالى لهم رسولين ليدعوهم الى عبادة الله والتوحيد به دون عبادة الهة اخرى او الشرك به فلم يصدقهم فارسل الله نبيا اخر قال الله تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون لم يكن اهل القرية يستمعون الى كلام الانبياء والمرسلين وكانوا يخبرون الانبياء انه لا فضل لهم عليهم لكي يدعوهم الى توحيد بالله وانهم بشر مثلهم وظلوا يكذبون الرسل والانبياء التي يرسلها الله عز وجل لهم فقال الانبياء لهم انهم مرسلون برسالة من الله عز وجل حيث قال تعالى قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلموا اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان تطيرنا بكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم عاقب الله عز وجل اهل القرية بتكذيب المرسلين فمنع عنهم المطر لثلاث سنوات تقريبا ولكن لم يتعظ اهل القرية بل تشاءموا بالمرسلين فذهبوا لهم وقاموا بتهديدهم انهم ان لم ينتهوا عن الدعوة للتوحيد بالله سوف يقتلونهم ولقد وصف اهل القرية بالاسراف والفجر حيث انهم اشركوا بالله وتشاءموا من الرسل كان هناك رجلا صالح يعيش في اخر المدينة وعندما سمع بوجود مرسلين من الله عز وجل ذهب لرؤيتهم وكان يطلق على هذا الرجل اسم حبيب وكان حبيب كثير تصدقي ويقسم القوت الذي يجمعه بين عائلته وبين المحتاجين والفقراء رغم قلة حيلته وفقره وانطلق حبيب وذهب الى المرسلين وامنوا بهم وقد نصح اهل القرية بالايمان بالله عز وجل والاستماع الى المرسلين فانهم يدعونهم الى طريق الحق نظر اهل القرية الى الرجل الصالح والذي يدعى حبيب النجار وسأله احدهم هل اتبعت الدين الذي يدعون له فرد عليهم بشجاعة وقال ولما لا اعبد الله عز وجل وهو خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء واليه مرجعنا ومصيرنا يوم القيامة وقد اخبرهم ان الاصنام لا تملك نفعا لهم ولن تكون شفيعة لهم يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون وجهر الرجل الصالح بايمانه امام الكفار والمشركين فما كان لاهل القرية من ردة فعل الا ان قاموا بقتله واختلفت الروايات حول طريقة قتلهم له فيقال انهم قاموا بضربه باقدامهم حتى توفى ويقال انهم قاموا برجمه قام الله عز وجل بارسال عقابه لاهل القرية الذين قتلوا الرجل الصالح حيث امر الله عز وجل ملك من الملائكة ويقال انه جبريل بالذهاب الى اهل هذه القرية والصياح بهم فما كان الملك جبريل الا ان نفذ امر الله وصاح صحية واحدة في القرية فهلكت القرية باكملها هي ومن فيها وكان هذا العقاب جزاء لهم بما كانوا يفعلونه بالرسل والانبياء والصالحين وكذلك ليكون عبرة لمن بعدهم من الكافرين ذكرت قصة اهل القرية في سورة ياسينة وكان الله عز وجل يأمر نبيه محمد ان يضرب للمشركين مثلا بالعقاب الذي انزله على اهل هذه القرية لكي يتعظوا ويهتدوا ويرجعوا الى عبادة الله والتوحيد به عز وجل بعدما قتل حبيب النجار على يد اهل القرية المشركين قد ادخله الله عز وجل الجنة وقد جزاه الله عز وجل بالنعيم والانهار التي لم يرى مثلها قطو حيث قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ذكر اهل العلم والتفسير ان مؤمن الياسين هو حبيب النجار وقيل حبيب ابن مرين وقيل انه كان يعمل في النجارة وهو واحد من سكان القرية التي جاءها المرسلون والتي قال عنها المفسرون انها انطاكية هناك العديد من الدروس المستفادة من قصة اصحاب القرية وهي يجب ان يكون المؤمن شجاعا وان لا يخاف من الكفار مثل ما فعل حبيب النجار الايمان بالله عز وجل والتوحيد به دون شريك له كذلك التمسك بدعوة الله حتى وان كذبك الكافرون كما ان الوقوف مع الحق والدفاع عنه ضد الجميع الله عز وجل يكافئ المؤمنون الذين يوحدون به كما فعل مع حبيب النجار الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فقد اهلك القرية الظالم اهلها قال تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اي واضرب لقومك المشركين يا محمد مثلا وهو اصحاب القرية وهذه القرية هي انطاكية في قول معظم المفسرون وقد اختلف المفسرون ايضا في الرسل الذين جاءوا الى القرية فمنهم من قال ان عيسى عليه السلام ارسل رجلين الى انطاكية ثم عززهما برجل ثالث ومنهم من قال انهم ثلاثة رسل ارسلهم الله تعالى الى فرعون تلك القرية والله تعالى اعلم في قصة اصحاب القرية الكثير من العبر والفوائد التي يجب على المسلمين الاخذ بها فقد ضرب الله تعالى هذه القصة مثلا حتى يأخذ منها الناس جميعا العبرة والعظة قال تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون الدعوة الى الله بجد واجتهاد والسعي الى ذلك بكل الوسائل والامكانيات المتاحة وهذا يظهر من سعي الرجل من مكان بعيد ليقف مع الحق في مواجهة الباطل قال تعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين ترك المكاسب والاجور الدنيوية وهذا من اسباب قبول الدعوة التي يدعوها رجال الحق قال تعالى اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تحف القصة على استخدام اسلوب الحوار والاقناع مع الطرف الاخر ان يتمنى الشخص الخير للناس المدعوين بدلا من السخرية والشماتة قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يقول ابن عرشور في هذه الاية لم يلهيه دخول الجنة عن حال قومه فقد تمنى ان يعلموا ما حل به من نعيم حتى يدخلوا في الايمان وما تمنى هلاكهم ولم يشمد بهم اشتركوا في القناة